مرحباً سو مرحباً نالي هل أنت فين كل ده؟ أول ما كلمتيني خدت شاور والبيستو عملت ميكوب ونزلت ماشيت فيكي ورجعت تيني خدت شاور عشان فيكي بتلاحوسني وبعدين عملت ميكوب والبيستو وجيت لتجاري ايه بس احنا كان معادنا من ساعتين على فكرة سو بليز ما تدقينيش عشان أنا بجد مش طايقة نفسي مش عارفة لي من ساعتما دخلت الناس قاعدة بتبصي لي عنيها بتبز يعني كأن جينيفي لورنس دخلت النادي ليه عيون بتبز اوه عشان الانترفيو ده أنا عادت برح تفرقت انا ومامي وقلبنا جيرين وقلبنا بحبكورن اللي تكتب تقولي ذا يور هلاريوس بس ليه لكتبت عميزين بداية شكراً لكتباً ايدي صحيح شوفتي بوست الاجرس عميت لشيرينج على فيسبوك وتويتر وانستغرام عميت لسنابشات ستوري وواتساب طبعاً ما هي لازم تصطط في المايا البركة نالي اي دينك تصطط في المايا العكرة وريفر اكيد دلوقتي جاسي بقى فرحانة قوي فاكراً نهاية فضحتني وانا انا همشي في الشارع بعيات مش مصدق نفسي ازاي جاسي عمد فيه كده هي عبيتة دي ولا ايه انا هاعرف ازاي اجننها وادمرها وخليها مباشي كده عينها فالأرض ازاي انتي حافة جاسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده عادي طبعية زينا يعني انتي فاكراً انها كانت حلوة ناتشلي زينا كده اكتشلي زيه يعني لا اخالص دي كلها فيك كلها من فوق لتحت مش لازم اقول الديتيلز يعني you're joking بتحضاري واصلاً كمان اسمها مس جاسي ولا حتى جاسمن اسمها ياسمينة ايو وكانت الناس بتقولها ياسمينة السمينة ايو you know what سمينة is of course yes انتي عافة بقى بعد كده سفرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملية دلوقتي وخبت كل صورها القديمة بس انا بقى هاعرف اجيب الصور دي ونزلها لها انا مش هخلي موبايل في ماصر غير عليه الصور دي ايا بس انتي بتقول ان اي هم خبايا صور هتجيبي صور ازاي يعني انتصحبها القديم ولكنت مساحبه قبل ما تسافر من صحابه دا احنا عرفه؟ انا سألت وعرفت ان هو واحد في الجامعة في انجينيرنج لسا في الجامعة؟ هذا مرحبا ايه الجهل دا ياسو بقولك انجينيرنج يعني تسع سنين وسنة التزام او اتزان وانت بقى هتروحي تقولي له بيزيدي الصور فهيديك الصور او ايه ايه مشكلتي معاك يسو انك فاكريني سهلة يالا بينا استاني ما حكي مابرد؟ ياس لا ميتشاي كيز عشان عندي حاجة البنت بتاع تلماني كير بتقولي اسمها ويدنا مساء الخير اشتركوا في القناة اقول لك ايه عروسة هو التكيف ده شباك ولا اسبيلت اسبيلت لا هو التكيف مركزي زي ما انت شايف اقبال عندك سنترال يعني سنترال ده مكسيم الحمد الله الحمد الله هلو ايه يا فاند محدش بيرد عالتليفون ليه انا عايز حد من الموظفين يجيني مكتبي فورا بسرعة حاضب تحت امرك يا فاند طلعت النهاردة شكله قرفان ويعرفنا كلان الشيخون خذ انتم مصدد الناسبة بقولك ايه استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين ما تراحينى انت انا بلنورها تعرفينك الموظفة الجديدة وتعرف لين هو مين استاذ فلايت ده استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلان وانا هتعامل من المدير كده عالاطون يلله الإرő ماشي إلسا ميستر فلايت إزايك يا أستاذ فلايت لا إستاذ بيئة هلو ميستر فلايت نعم أفر إزايك يا ميستر فلايت حلوتي راسيك إزايك يا ميستر فلايت يعب توكلت على الله ميستر فلايت إدخل إزاي حضرتك يا ميستر فلايت والله العظيم أنا فرحتي جداً أنا هشتغل مع حضرتك يا ميستر فلايت وإن شاء الله إن شاء الله هكون عند حسن زن حضرتك حضرتك أصلاً أقماشا العرض عرضين تقدر تشكلها زي ما أنت عايز بس حضرتك تدب المقص يا ميستر فلايت تقصدي إيه فلايت مقصود إيه ده إبدا إبدا حضرتك أنا مقصودش أنا مقصودش أنا مقصودش أنا مقصودش حاجة هم فلايب لمش أنا اللي جبتها حضرتك مش أنا اللي جبتها أنا أسهة والله يمكن عشان ده عشان تتوصى بيها دي زي بنتي بالزبط ما تلاشي مستر عبدالله شريهان في عناية طبعا وانت كمان شريهان لو عاوز التعليمي أصول الشوخ خليكي وراء مستر مونير هو وراء صعب بس أنا وراء حاولي حبيبتي حاولي حشق خاضر حاضر حاضر عارف مستر مونير ده بقى ايه؟ اكبر خلفية اقتصادية انا ما شفتها اش قبل كده والله ولا انا شفتها قبل كده خالص لا يا فندم حضرتك كمان نسيت بقى الخلفية القانونية تاني و المفاجئة تاني و انا هتنين؟ امال انا ملك الخلفية السيدة وهنا بقى المرسيب فضلي فضلي فضل طب يا من 가서 شريهان انا عايزك تركز معي كويس قوي انا أحب الجدية والتركيز في الشوخل حاضر خاضر محضو شود هذا محطش موضة اوه! اقولك محطش موضة اوه! ايه ده ايه الخنقة دي؟ مناش دعوة بقى ياسوة عايزين نشوفين سيف ده متسألي كده؟ لو سمحت؟ هاي! هاي! لا ساتة اوه فين سيف جيد الحق؟ اوه اللي في الخنقة اهناك ده؟ يعني انتو عايزين تخبطولي عربيتي وتجروا لشايفين سجوءة؟ انتو بحد الشرن حداك سوية ازان دزايا الامر دي باس مزوعة فيه تاخد هنا ايه ده ايه بتسوية بسرعة باسم الله ما شاء الله حضرتك؟ ايه ده؟ هو الولد ابو عضلات كبيرة ده اللي عماك بيزنوا الولد بتاني عند العربية؟ لا هو اللي بيتضرب؟ لا اما هو مين؟ اوه لا اصلا عربية انا ما علي حضرتك هو اللي فاية ماعليش غلط غلط والبريادة مخطأ انزل كلامه حرام عليك اطلع يلا بدل ان ما عمل لك سعب الكفتة اطلع حضاك شغال في المنوف في احكاية الكفتة ياه حلوة الكفتة عمله كفتة هيبع عشل في الكفتة هو يا حرام يا حرام انا مش عايزة الدخمة ده يضربه يارب يفضل كويس بس لحد ما يجيب منه الصور بعد كده يولع مش مشكلة ايه الحالة حرام عليك وانا مال انا منفعش انا وانت دي الدرب انا وانت هنموت كده لازم واحد يعيش عشان يحكي حكاياتنا طب يحكي الحكاية انت ماشي اضرب اطلع يلا بلا لما كسر عربية فوق دماغت ايه كسره عربية علو ايها امي لازٰ ادريتك هعمل ايه لا مفيش في السوبر ماركت اه لا بجيب سجوقة وكفتة ايوا ماما امي ادعيلي يا امي اه 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 ودعلي شريف ادعلي شريف اكتر مني لانه او محتاجة ده ده وقت تليفون ايه انزل اتكلم ده وعتي تليفون شريف انت كويس انا كويس اه انا كويس طب الحمد لله يا طمين امه اللي ليه عليك يا عايش عرف يا شريف بتعرف ان انت من ارجل الناس عرفتها في حياتي بجد ونعمل صح يعني بجد مش عرف اقولك ايه سيف بجد في يعني احلف قعدة زي دي انت بتعمل ايه بدول برطان بتاع ليه وتحط بققك في البرطان بتاع ليه يا شريف ما عرف يا شريف بتحطي شبقك في البيتاعتي انت تعطل البرطانيا عام ما انت اطلبت شيء ماشي ماشي وبا في حيث تتين قاعدين لواحدهم لو علقناهم واخدناهم وروحنا بيهم ديسكو ديسكوantقديم ما دي اسمو ايه يا عم الا ابدات اسمو وباب كلاب معلعي معلعي سوح الولد شكله نيرد قوي تعلم بس تعلم ايه فانهم اتعلم علا عملي إيه المتخلف اللي جنبه ده؟ بيعمل كده ليه؟ بيصو بيئة لزج قوي خلاص، بهمه بيبصولنا بيبصولنا يا أكيد بيبصوا على حد تاني حني حد يبصولنا أصلاً إنت إيه الدوجلس؟ هاي ساكسوكا دي بالنسبة لك عادي؟ ساكسوكا ودوجلس؟ أه؟ قديم إنت دلوقتي جبتيني هنا أنا سيردين تالمي إنتي هتخشي عليه إزاي الكائن ده ها اقوله أنّ أنا معافة جامعة وعايزة يساعدني في البروجيتم جامعة أي يا نالي اللي هتقولي ليه عليها دي احنا متخرجين من زمان جداً هقوله أي كلام يا سوق، أي كلام أهم حاجة أنّنا أدخل بيته وأفتح الكمبيوتر بتاعه وأجيب صورة الزفتة طيب والنالي بس متكلمش خالص دميه يعودوا معنا وإعمال نفسك بإدخالتي ماشي؟ وخلاص كي بس مشكلتي أنّ هو سنتوح قوي يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه true يا نهر اسود ايه؟ اللي علينا ضربونا الصبح في الجاراج اصدق اللي ضربونا انا بغض النظر مش بغض النظر انا مش هتضرب تاني يا سيف انا مش هتضرب تاني مش هتضرب يلا نمشي عشان ما نتضربش يلا نمشي يلا نزوك بسرعة ماشي الشريف محاسد لاشي اش مهمة اش مهمة قوني قوني let's go الحمد للان احنا هربنا الحمد للان انا مش قادر اضرب تاني خلاصة مش قادر اضرب بصراحة شكلك السمحون ده بتضرب كان يموت من الدحن خصوصا للوقت اللي بازكك بالرقابتك بصراحك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل فيه ايه اسود فيه اسود ما تزعلش يا لهوي ايه؟ احنا مترقبين من مين؟ تقريبا الاعلق ضربونا الصبح خارج وراني بالكافي وجايين امهر اسود عايزين ايه تاني بقى ملاي عايزين ايه تاني بقى اما ان ضربت وانت اتنتمت عايزين ايه؟ عايزين تفى عليك متفىوش عاليفان هتتضرب معاي على فكرة لا اتضرب انا اللي هتضرب ب director انا مش عايزة تضرب انا مفاحش اتضرب انا خايف مش قادر تبص انا عندي فكرة ايه ايه؟ احنا اول يمين هه؟ هنخش ونركب لو دخلوا ورانا وراكنو يبقى هنتنفخ ولو ما دخلوش لو ما دخلوش يبقى مش عايزين يا دي بيحتاجها فكاكا ماشي غص 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 راكن ولا لسم اما ميه انا حسابة اللي ماشي وراه انا بيدرق ابنى انا مهي مجنبك وليش حرفني انا مهي مجنبك قول طب اطلع اشوفهم راكن ولا لسم مش هينفع مش هينفع انا بدي رد كتير اول من الارضة يا سيف بدي رد كتير اول يا سيف انا بمتبع يا عش role انتقوا يا جريف انا لو طريح تغطيرا ايه دا Patricia ايه دا هنعمل ايه هنعمل ايه راجع لو هنعمل ايه ايه هذا منتك اللي خبي صاني اللي بهتشارعه مقفول يا خبي مر دا ما كنتش عارف انهو مقفول سو هم لכوي أمامتك مهياتكما لا ملاي منها اي كان سي دماغتهم ملاي من الكراسي في شارع جاني بي ضلمة أنا أحملت إحسابي واعرف إنه غابي أحملت آه برفان إ ش RES LN مش برفان ملاي سي في دي فنس و الإ طرف إنت برأنس إي أسهلّك إ لو عارف أنا معاك في سي في دي فنس أقسم بالله بعدي هذا بهذهب هل بعاد إني أي وانا بها أنا سوان لزن أنكاص لها في اللي إحنا فيه خلاص، أول ما يجوا من الشباك بتاعي، هل تعوشوهم على طولي ماشي، ماشي، إيه، إنت خبي قوي، خبي قوي إيه؟ ما في الجوم من الإزاز بتاعي، إنت عاني أعمل إيه؟ تبقى مصيبة، تبقى مصيبة إنت حاطة مصيبة طيب خلاص، خلي في النص، خلي في النص، خلي في النص، نيجي ماشي، ماشي، ماشي لا لا لا، مش أدراء الكوريوزتي هتقتلني، لازم أنزل أشوف بيعملوا إيه؟ Nelly, are you crazy? No, don't go ليه يا بنتي، don't go, ليه؟ أنا لازم أعرف لا، it's too dangerous, don't go Dangerous lead the nerds، أصلا هيعملوا لي إيه؟ أنا نزلة Nelly, please take care, okay? Okay نزلوا غير من عندك، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، أنا أتصرف إيه، 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 رش في عين، رش في عين، رش في عين، أه أنيسة Nelly شيء، يعني آسف ع اللي حصل مبارع خلاص، ما فيش مشكلة أصلا كان في عصابة بتطريدني مبارع، فأنا فكرتك أحد أفراد العصابة ما tiny no please, lo you, سمحت كفاية من خلينيش أكرهك أكثر ما أنا مش طيقاك بجد كفاية، أن أنت السبب إن أنا ما نزلتش طرطي على انستجرام النهاردة، ودي كارسا طب ما عليش أنا آسف، ممكن بس أتطمن على عنيكائي خلاص تسموتش باتر النهار ده مش مش لازمة معلش بس ممكن تقلعي النضارة أشوفها والله يصدقني بفيش خلاص يعني عشان ضميري بس بيوجعني معلش أنا هيسك بس هو الدكتور قال لي نا تورم شوية بس قال لي نا تخفى على بالليل لا لا يا إلهي الله هو الدكتور قال لك هتخفى على بالليل ولا هتعيش البالليل يا بايزة قوي كده لا خالص 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 البسيها بس بسرعة البسيها طيب بصي سيف أنا كنت عايزة أطلب منك طلب عايزة فلوس عايزة كان لا 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 خالص أنا معيك في الجامعة إيه ده جامعة إيه؟ معي أنا مستحيل ما شبتيش قبل كده إزاي يا ابني ده أنا بقعد وراك في كل ما حصلش لو بتعدي وراك كنت أعرف يعني أنا بحضر على طول ما طب أفكرك أنا مرة استلفت منك أستيكة مستحيل تستلف مني أنا أنا مش هسلف أستيكة لحد لأن أهم حاجة عندي الأستيكة طب ثانية الأستيكة عليها فرارة ومتعدعدة من الجامع أنا ماتعدعدش الأستيكة عشان أعرف أهميتها ماتعدهاش أنا وبعدين كان يوم إيه؟ كانت نحضر الدكتور مين لما خدت من الأستيكة طيب ممكن ننسح وراء الأستيكة؟ دلوقتي أنا عايزك تساعدني في بتاعي عشان أنا عارفة أن أنت من الستودنت اللي شطرين قوي في الجامعة مع إنك شكلك أكبر من سنك لا أنا فعلا سن كبير أصلا درست جامعتين ودي الجامعة الثالثة للدرجودي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم بس أنا فهمك أنا ماما كان نفسها أدخل كلية الحقوق فدخلت كلية الحقوق عشان ما تزعلش ماما بقى كان نفسه أخش كلية سياسة وقتصاد دخلت طبع عشان بابابا ما يزعلش بعد كده بعد درست الحاجة اللي بحبها اللي كان نفسه أخشها من الأول كلية الهندسة عشان أنا ما زعلش إيه ده؟ You're so sweet أي حدا بيقولك تدخل أي حاجة كده بتدخلها؟ طب معلش أنا هطلب منك طلب بس هو مش ده الطلب الأصلي يعني ده طلب تاني جلي دي وقت أنا كنت عايزة أدخل بالي ممكن تدخل معي؟ والله لو هتستني للآخر السنة دي خلص المشروع بتاعي ما عندش منع رقص معك أنا أوكي هستنى نرجع بقى للطلب الأولين الأصلي وتفضلي أنا كنت عايزة تساعدني في جرادويشن بوضيك بتاعي أيوة يعني عايزة إيه بالزبط يعني أجيب لك مراجع أكتب لك مقدمة أرسم لك مكت بالزبط كده؟ عايزة تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمة وتجيب لي موكت أجيب لك موكت أه وأنت بقى مش تعملي أي حاجة؟ يعني أنا هجيب لك كل حاجة ومتاخد المشروع بتاعي أحسن بس يا سيف أنا مبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده فعيني بس ما قلت لهش اسمك لكن دلوقتي حلين أكلمه وقل له اسمك عادي لا لا وتقول لي ليه ما تقولش أي حاجة وأنت لو احتاجت أي حاجة أنا هعملها لك أقول لك مش عايز الأستيكت ومعايا ليك حتة براية بمراية إنما إيه جميلة ومعاك رقمي تكلميني يعني أنا مش هتأخر عنك في أي حاجة بس يا ريت ما تقولك إيه السود ده؟ لا ما فيش ما فيش ده طفل صغير خوط التراميزة وقعها على الأرض ولد شاو اسمك يا حبيبي؟ اسمك إيه؟ حمزة؟ حمزة شاء يا حمزة حمزة ما تمشيش حافي عشان الإزاز ما يخش في رجلك يا حبيبي ماليش سوري أنا همشي بعد الوقت لأن الدكتور قالي لازم عريح عيني طيب تحبي عوصلك؟ لا لا خلاص شكرا يا فيهين بقى؟ هي مين؟ شمتتي اه اه مع حمزة الشمتة مع حمزة يا حبيبي شائشة قوي خدي الشمتة يا حبيبي ايه سيب يا حمزة سيب يا حبيبي سيب بيولك باي باي عمد خسلة حلو قوي شكرا يا حمزة باي طب يعني أنا مش هينفع سيبك في الحالة ديت لو اوصلك يعني مالها الحالة فيني أنا كويسة أنا بعرف اتحرك لوحدي على فكرة تمامة خليك قاعد قاعد مفيش مشكلة خالي اه وبعدين بقى يا حمزة في ايه أنا برعب معك؟ فين مامة حمزة يا جماعة؟ احنا كنرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكو كده؟ قدك أنا؟ قدك؟ خلاص انت زعلش ومش هزعلق لك تاني نه التقصص حيث سيف يا شريف بقولك يا سيف الطماطم أحلى ولا خيار لأهلات السودة اللي تحت العين دي البيت مجان المخلل ما علي يا شريف اللي انت عامله ده انت حاطت من المسكب طعمامة ما ده اللي لقيته عندك وقالنا حبيت أعمل كده عشان بسيطة بقى نعمة ونضرة عشان لما نيلي تيجي بكرة تريني زي الأمر وانت ملك وما نيلي نيلي دي بنت مؤدبة ومحترمة انا مش عارف اللي خلانا وافق انها هتيجي هنا ايه المشكلة انها جلنا البيت يعني ايه العيب في كده يعني المشكلة انها بنت وجميلة ايه المشكلة في كده ما تبقى تعرفنا عبنات صحاب هالموزز ونخرج معاهم ويجودنا البيت ونروح لهم البيت ويروح معاهم ديسكو شريف انا جايبك هنا عشان ما عادش انا والبنت الواحدين لكن تروح تقولها بقى عرفيني هالموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا مبحبوش وما بحبش كلمة ديسكو لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى قول ديسكو طب بعيدة عبقى عن كل ده احط طماطم ولا احط خيار حط قتة فين بقولك يا غونتو لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشاب راوي بيجي دليفري؟ خبت سألت تدويرة وشك حد عاج حضرتك يا وشتاز حد؟ حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان هانيك ايه اللي جابك هنا هاني؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ يا شوشو دي مقابلة تقابلي بيها خطيبي هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدرين بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير وبعدين انا عمالة كلامك من ساعتها وانت اللي ما بتردش عليها وبعدين لو انت فهم ان انت بكده بتخلع من هاني الدبدوب فلازم تفهم ان هاني الدبدوب لسه حبوب من فضلك يا هاني احنا هنا في مكان عمل يعني ما ينفعش الزيارات الخاصة دي انا لو كنت عايزني في شغل طب ما انا عايزك في شغل؟ شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتو شركة شاحن؟ طائلة؟ انا جاي اشحن تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن بعشة تشحن بعشة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسة دي هشحن بتلاتين لا فيه بخفصة وعشين لا انا خارج من زميتي تلاتين والخمسة ليك انتو بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر مونير ده بينك زبون مش انت زبون؟ زبون؟ اه 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 انا زبون واه هم؟ كنت جاي هشحن يعني جاي تشحن؟ اه هشحن بخمسين نعم خمسين ايه؟ طيب ماشي انت مستعلم يعني عشان شركة وانتو موضبين ومكلبين هشحن بمية مش هيخصر حتى التليفون هشحنعك على الهواء مفيش بمية انت جاي تحصر خلاص يا مستر مونير خلاص هو اسيسا كان ماشي مش انت كنت ماشي؟ مش هي لا مش معي بقى هي بقى كده يعني طب على فاكرة بقى انا مش زبون ولا حاجة ودي تبقى خطيبتي لا 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 خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه فيها يا بنت؟ مش عافة ليه نسيتك فرقر تبقت بقى امشي هاني امشي هاني يا بوس ايدك عشان خطي امشي ماشي يا شوشو افهمش بس الاول تقول ليلي سمحتك؟ سمحتك يا هاني لا قول ليلي سمحتك يا دبدو سمحتك يا دبدو لا ما تاكلنيش يا ماما قوليها زي ما بتقولها لي سمحتك يا دبدوبي دوبي 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 ايوه الغلاسة اللي انتو فيها دي اتفضل اطلع برا يا سخيف هانيسها شريهاني ايوه فاطر ما ينفعش يا بطر احنا هنا في مكان شوك ما ينفعش اي زيارات عائلية فيه وعدين انت بقى لك كم يوم وبيجيلك زيارات قدام شوية هيحصل ايه؟ اسفى يا فاندم اوعدك مش هتكرتين خلاص سمحتك وبعدين ايه البتاع اللي على دماغك دي؟ ايه اه اه اصلا كيف عمالي نقط فانا؟ لا انت هتحكيلي قصة ايلا البتاع اللي على دماغك دي يلا فورا حاضي يا فانوه اتفضل انا هاجربك في شغل اما انشوف عايزك تعمليلي فايل تحطيلي في كل حاجة عن الشحنة بتاعت ايطاليا اللي رايح على الصين اتفنى؟ هتحطك دي لعبيتي خمس داية وتبقى عندك دي موعيد؟ ساعة لستنكي؟ اه مش دي بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستذرف بقى بصراحة اوه اهلا يا نيلي ازاي؟ بطل غتاة يلا وبعدين نقلي عن ربطه عماما عشان لو شفيتك لابسه هبهدلني الفسكوز انت عماما؟ ايوه مقلعه؟ انا مالي ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة اطبعا تفضلي نيلي تفضلي واو استغفى الله العظيم يا رب الحمد لله على كل شيء يا رب صبرني انيسة شريفان ايوه في واحدة بتسعل على حضرتك واحدة فيه النهاردة بس اوه 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 يا الف نهارة يا الف نهار مبروك يا حبيبتي المكتب الشيك ده بتاعك يا بيت اوه اخدش يا قليا حبيبة خالته بينها بضتلك في القفص يا بيت ايه اللي جابك يا خلطي؟ اقصى عليك ايه اللي جابني؟ وهي يا بيت اللي انت لابسة فوق دماغك ده انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعة شماسي؟ بتفرديها يعني؟ ولا بتشتغلي هنا ايه بالزبط؟ معلش يصلها بتمطر عندي هنا المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خلطي اقصى عليكي تاني حتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى انا جايبالك لأمة يروح خلطك انا مش كل شوية حد يجي زورك في الشركة بينفعش مش عغالين عندنا مين صوفينار ايه يا اخوي ملك عملت زعق فينا كده ليه فزعت البيت وفزعتنا انا كمان ايش حال يا اخوي المكانش عمها صاحب الشركة دي كله لو سمحت يا مادام انا مش بكلمك انا بوجه الكلام للموظفة اللي بتشتغل عندي وبعدين يا شريهان ايه الاشكال البلدي دي بلدي انا بلدي يا ابن السمن البلدي تقصب مين بي السمن البلدي تستنى يا بيتة نعرف اكلم الاشكال دي كوي خلاص يا خلتي بلاش ده بلاش ده بسهل ليه بلاش ده بزي بطير يا خلتي ابو سمن مديرك الرجل البطريق ده مديرك بطريق الان ميق فيه الحقيق ست صباح اهلا وسهلا ازيك يا سعبت انا كويس الحمد لله خير يا فنين فيه ايه تعالى يا قويا شوف موظفينا عمال يشخط فيا من ساعة ما جت وانا عادة عيط عيط اتهانت والله اتهانت مم ارغوك مسار عبدالله بليز ارغوك مونير اتحرك نوفيك ميرسي ناس تفننوا واتحفوا وناس تكواروا واتحدفوا الله عز جل ده مش مبوكد ده صلاح جاهيب دي صباح جاهيب اها اه طب مش تقولين يا هاني من الجاية كنا على القلق دهانا الارض مربا؟ والله يا سعبدو انا ما كنتش جاي بس البيت الغلبانة دي زعبت علي قلت اجيب لها حاجة تتوتت بيا طب تصوري بقى ان انا زعلان يعني تجيب البنت لقمة وما تجيب ليش انا ودي حاجة تفوتني يا سعبدو استنى بس ده التقيل جاي وار لا يبقى ناكل في مكتبي بقى ووسع وتزروط براحتنا فضلي هاني ما حصلت اكتبو المكتب دا يروح قلو منين يا سعبدو اه شوفي لو عديت المكتب اللي اقول اللي اقول لك وانت هتحسيه بالنفسك حاضر من عيني يا سعبدو هروح ااكل سعبدو الاول وبعدين بارجعلك مش هتحقق عاش يا خالك قوي اه احلى اهلم شريهان ايه عمد؟ حبيبتي عامل ايه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عمد طب شوف انا عايز اقول لك الحاجة لو عزتي اي حاجة صغيرة او كبيرة ترجعيلي فورا او لمونير ماشي هي هي في بس حاجة واحدة طب انا استذنك لاني مجهول جدا بجده طب هاقوا باي باي حبيبتي يا شيخ لحبيبتي ايه ده انت بتقرأ مجلة ميكي لحد دلوقتي؟ اه انا عارف انها حاجة عيالي بس انا بقرأ ميكي لحد دلوقتي مش عيالي خالص انت عارف ان انا جدي صاحب مجلة ميكي هول كان بيكتبها زمان؟ مش معقول ده جدك ده كان راجل عظيم طبعا عظيم يا ابني ده جدي تشرب يا حاجة سوريا تشرب يا حاجة؟ شاي قهوة نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي البريل؟ لا انت هو مين ده؟ ده يا شريف كان معنا في الكافيين تنسيتين؟ لا مش فاكرا خالص يا شريف صاحبي الوحيد وبيعد عليه هنا كتير ده كان بيت معا مبارة؟ كان بيت معاك وواخد الروب بتاع مامتك ويرد قوي لا مش ويرد هو شاقي يا شاقي صاحب حاجة يلا تشرب ايه بقى؟ ممكن تريبل بري كيوي سموذي ماذا؟ سموذي لا انا ما بشربش الحقيقة لا هي عايزة تشرب افهم بقى هي عايزة تفك افهم أم أجيبكو حليات ونبسط؟ لا 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 خالص انا ما قلتش كده هتلي مية أوكي ميش ميش هاخد وقت في المية ها انجز انت بس وفكها كده يلا يلا انجوي بصي هو غيتت شريف غيتت بس قلبه أبيض يعني طيب جدا فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعت؟ الفايل على اللابتوب واللابتوب في العربية بس انا عندي كابي على الميل طيب كويس احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعتلي كل الشغل بالميل طيب اوكي ماشي هات اللابتوب عشان انا لما بكتب بالنفسي بستعوب أكتر بت ايه؟ بستعوب اه لا انا هكتب انا عشان سريع عشان ننجز يا ابني انا في الكتابة سريعة بس هذا وقد قرر العالم الفلكي والريادي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية معلش هي كد؟ بالكاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في كد؟ ايه بس خليني اتأكد من سبالينغ بالكاف كاف اللي هي سيركول وعليها نقطتين؟ ايوة اوكي كاف كاف يا لها سريعة سرعة اسرعة واحدة كاف طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال مفيش حاجة اسمها زه ومفيش حاجة اسمها زاد زي في ريه زه وفي زاد داد اسمها صاد داد وره زين زين دا مش حرف دا اسم بني ادم حتى في بنات اسمها زينة انت شكلا ما كنت شاطر في العربي على فتاة انا؟ خلاص خلاص هكتبها بالزاد طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك انا مش عارف انت متعصف لاسل ايه دا شوايا زي ايه دا شوايا انت مش شايف يا شريف انا مش شايف انا مع إمي انا مش شايف شريف ما تستعبطش دا بريل انت وتعملي صجران شاي ماشا ماشا مع رشط خلاص خلاص كمل يلا هذا وقد قرر قرر بالكاف اللي بالكاف بالكاف اللي هي 색ه وعليه نقطتين اللي هيativas وعليه نقطتين ريه ريه انت بتضهري على ايه ما هي هي ما انت لسه دايسة عليها دوشي عليها تاني مش لقياها يعني ايه مش لقياها يعني فطت ثابت الكيبورد وطارت ده انت خريبة هوا يا شيخة ايه ده بس ايه ده ايه ده ايه ده اوقات الريه بتفط من فعلا من الكيبورد معلش ايه ده بتاع بطل شوربي يا اخي البريلة هي تلك طب بالراحة على البنت بنت زي الأمر عشان خاطري بالراحة على فكرة انت موترني جدن و المشكلة مش عندي بلعند انا نعم المشكلة عندنا عند انا المشكلة خلاص معا مش المشكلة فى اللابتوب بتاعه صح اته صح انا معاك جدا فعلا اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي يعني مختلفئ ازايا يعني هو هو لا ايه نابتوب في نفسي الكيبورد لا الكلام عندك انت مختلف على الاقلا انا عندي ذاد انت معندكش مفيش حاجه اسمحهyr انا مش عارف اشتغل على اللابتوب ده ان عايزة اللابتوب بتاعي هو موجود تحت في العربية هتنزل تجيبهولي ولا أنزلني أجيبه بالنفسي لا لا ما تنزليش إنتي أنا هنزل وأعملك اللي أنت عايزيه يلا انزل بقى ومتأخر بقى إيه وديلي فرصة دي وقى كده حشنا نقعد معها شوية ها نتكلم عنه هي شوية يلا قدين وقتين بقى ماشي وانت هيه ليه الأدب ايه دي منك مقدبة مزلت أعرفه اه اه ماشي نقيم مشكلة بسا أنا مش هاعد معاك لوحدي على فكرة في إنتي قفاش تري ما كوني بس بنتكلم وفكرة ما بدأنا نفكه هو سيف لو سمحتك خد الشيء ده معاك ماشي يلا مش هتغير الرجل ده وعلى هل بصابة ده حسنا أبيض يا شريف شريف ماشي سورة سورة سيف تعال أخد المفتاح خلي بالك عشان أنا شكة أن صاحبك ده ممكن يسرق حاجة من عربيتي صاحبي ده بتقوله ايه بتكلمه فيه بنتكلم عليك أوكي ماشي كمله لا صاحبي ده مش حرامي مش حرامي هو ممكن يكون جيتت جلس لكن مش حرامي أخايفة ياخد مثلا سكارف من عندي من العربية إذا كان أخذ روبة عمامتك لا دي مش سرقة مش قاوة مش قاوة مش قاوة أوكي خلي بالك عمتاز بليز دوري كويس عشان أنا مش فكرة حتى اللابتوب فين طيب حضر يعني مش انتأخر خد راحتك لبيت بيتك شكرا بين السور بتاعتكم بعيها المخور coloured ايه ده دي أهلى حجة حصلتلي في حياتي دي هتبقى فضيحة جمدة جدا دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة عايوا يا سيفي استنى ما تجيش لقيت اللابتوب لأ ما تطلعش من غيره دور عليه في كل حتة دور تحت رجلي كده الحتة البسوق فيها دور جنب الكرسي التاني دور بين الكرسيين في الكنابة اللوارة في شنطة العربية من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وطرني قوي شكرا شكرا هيبعتصولي نفسي عن الميل طب مانا أعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه و انا ولا منشيف ولا منجري باي سمينة سمينة بالهانة والشيف انا عايزك تخلص العكاوي دي كله عشان اقرى لك التاجر ايه ده انت بتعرفي طيري التاجر العكاوي تبدأ انا بقى رفقرة تاجر العكاوي بالبصل وتاجر البمية بالدان طيب يا ست التاجر قدامك اول المستقبل قدامك ملاحك لا ده ملعلت كده هتقابل وحدة ست هتغير حياته دي باصل ايه اصلها ست بنت بلد على بو اطو طيب بص يا ست انا راجل عيدل باعوز ايجي معاك سك وانا بموت في الراجل العيدل هيلو ده بص يا ست لقت عيدل وقول عايز ايه وخلصني انا قصدي يعني 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 عمو عبدالله في حاجة مهربة ايه فيه ايه ايه ده انتو بتعمله ايه نعمل ايه بتعملش حاجة ايه يا بنت فيه ايه ايه فضالي ماشي سلام عليكم وعليكم السلام اللي احنا كنا بالقول ايه كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سعبدو اهو موضوع يعني كنت عايزة اقول يعني اه اه قول يا اخويا انا مرارتي ديقة ما تستحملش لا الف سلام على مرارتك ايه رأيك في ورقتين هارفي واتنواري شقة المهندسين لا بطلت هو ايه ده اللي بطلت ايه العرفي بيجيب مشاكل حلوة اوي يغوروا الورقتين ده وبرضو اتنواري شقة المهندسين اصلا انا يا اخويا ماليش في الشمال ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال مع التلت لا اتنى بس رايحة فين وحلها ازاي دي تتحل بالمأزون والفرح على سنة الله ورسول ومتطبقش في الوجهة كتير مش كويسة عالكولون فتك بعافية يا سعبدو انا ما كانش ليه تميه ابدا من عاردة مع الكرومبو مستر منير في حاجة مهمة جدا عادي اقولها لحدتك ايه الريحة دي ايه يا نس ايه مش فيه باب بتخبطي عليه معلش حدتك اصلا موضوع خطير بس ريحة اخطر ايه ده وبعدين مش حدتك احمر كده ليه مدغوط يا نسا مدغوط ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار كان الله في العون يا فن خير ايه الموضوع الخطير اصلا حدتك وانا بحضر الملف اللي حدتك طلبتوا مني لاحصت ان وزن الحمولة اللي هننقلها على المركب اللي جاية من اطاليا اكبر من طقة المركب نفسها ده غير بقى ان الارصاد محذرة ان الجو منقلب في الماء يعني لقد علاها ممكن المركب تغرق بالبضاعة اللي فيها لاحظتي انت هنا ما تلاحظيش يا نسا انت هنا تعمل اللي اقولك عليه وبس ودلوقتي يلا تصدالي على مكتبك جاهز الفايل اللي قتلك عليه بسرعة الناس جاية كمان نص ساعة طيب حاضر هرجوكي هرجوكي مسلمونير مسلمونير حاجة مهمة بوكي حالك بس تكلم الناس بتوع الصيانة عشان التكيف عندي بيناقت مية وبعدين واضح ان المجاري ضربت هنا عند تحتتك في المكتب دريحة حصل على الغاية برا اسؤلاء ايه ده؟ ايه ده بتزيد بتزيد يا حبي يا حبي هرجوكي 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 اتفضالي هرجوكي ايه ده؟ واحد ماعرفش يفرفش في مكتبه ابنا اه المستاذي مينيين بقول لحضرتك العمل أنه وصل وعايج الملف حضبوكي حاضر حاضر قولًه حاضر يباً انا مش هانف اشتغل انا مش هانف اشتغل من البطاعة ده انا زيقتي خلاص مش هانف اشتغل يا رب اعملي الله الحياة الحياة حياة حياة مرحب حياة هو ده ماشي رحية أمي أدي بأخرك مرحبا إلى إيجيت سنبدأ في 5 مرات فقط هل تستطيع كافي؟ نعم مستر عبد الله كويس أنهم قاموا وعايز أقول لسيادتك على حاجة قبل ما نبدأ دلوقتي الحمولة وزنها أكبر من طاقة استيعاب الباخرة ودلوقتي الجو كمان يعني لو حصل أي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخرة تغرأ اسمع منير مش أول بره دعم للشغلالة ديت وبعدين يا أخي فرق الواز ماله مش كبير أول للدرجات دي ثم ما تنساش إن العملة بتاعنا متعودين على إن موعدنا مظبوطة مش حاوزين نقسر النيميزة دي ها؟ تمام بلاش تتكلم مع عربي كتير إنو شكلهم والدقلوت بيفهموا عربي كويس شوف لي بس ما دعو الملف اخلص حالا أيوة؟ بلاش أيوة بقولك بيفهموا عربي؟ طبعا يقول كمان شوفوا لي شريهان فين أخل قال baseline اهو من تقول؟ دروالة أشرف والبت نهار بيعملون لنهار كبياتهم ولا شرقه يا نا الشركة دي سوفها من فوق غيو اللى الى انية من تحت إيجي بالكوفي فيه غامج فتح ما تشوفين يا ابني الملفة معروضت خلص الإنجليز اللي تعلمت كله بص انت جوقتوا خلتي خلتي أيوة يا خلتي عايزة إيه خلتي بالوقت كنت عايزة أقولك على حاجة كده حسن بني وبنزع عبدالله خير يا خلتي خير خير زي ما تقولي كده فيه بني وبنزع عبدالله وإن شاء الله عن قريبة تسمعي أخبار حلوة قوي أنا قلت أنا قلت يا خلتي دخلتك على الراجل بالتواجن دي فيها إنا عشان الأمنا ما شوفنا منك تواجن ولا شمنا حتى رحيتها صح؟ أيبت إيه المشكلة يعني حتى لو اتجوزت لا لا يا خلتي مشكلة طبعا الناس دول هيفتكروا إن إحنا داخلينا على طمع أنا مش قال أنا من الرجل الطيب أنا قال أنا من البيته السماوية اللي عمللنا فيها من كل سابة دي دي هتقرفنا أنا ملقحتش جدتي على حد هو اللي عايز وهو اللي شاري أيوة 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 تتضالي تقولي لي بصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف إيلا يا خالس الموضوع ده مش هينفع لازم لما جيلك نقعد قعدة ونعرف هنعمل إيه فاكرة عم محمد اللبان عارفت تقولي لي بصي بقى وبيموت فيها ومش عارفها إيه وكان عنده بيت السماوية وكانت مقايفة وهي اللي شلوحتني في الأخ مستدخي يا عمم مستدخي يا عمم مستدخي يا هبيب الشيء يا هاي سواني والملف viver con gaza عند حضرةك هلا من الملف جي يا فنم مستدخي これで سهل الاخير ف المعايش هوا الجيم اللي هنا فينا عشان بصpit هملت بت업بطступ باي والتراي يجب يا لاب انت بتعكس هنا انا عضو هنا انت بتحرجني يا عم ما عنيش جاكت عامل شغل يا سيف مش ممكن شغل ايه جاكت انت جاه تخطف طفل ايه اللي انت لابسه ده طب طلعا مش عايزنا نعكس بنات عايزنا نعمل ايه جاي النادي نعمل ايه يعني انا عايز افع جاينا عشان نلي مبتردش عليها في التلفون من المبارا وحاس انها زعلانة اكيد زعلانة عشان ملقناش اللاب توب بتاعها طب ما احنا يا كيوتي امور يا عصولة عندنا قلبنا العباية ملقناش حاجة يا كيوتي ايه اماراية الاماراية لو كنا دورانا تحت الستبني كنا هنلاقيه وازاي كنا هندور تحت الستبني عمش حارفين نشير الستبني ازاسا اهو كنا تصرفنا احسن ما تزعل وما انت بيفرب عاجز على البنات ازاسا وانت مشوري البنات ده ملكش فيه ازاسا مين دي قالك لقى ليه فيه طبعا اللي ماليش فيه لقى فيه طبعا انا كويس جدا بس هي عشان زملتنا في الجامعة زملتنا في الجامعة؟ لا ده انت رخم قوي انت رخم يا شريف فيه ايه؟ لو عايزت اعذر قولي عشان ما جيش انا هنا يا شريف ما تعذرش معايا انت وقعت من ايه؟ انت حبيت هالة انت قديم يا شريف اقع يا شريف انا بعرف يا شريف ما تلمسنيش يا اخي قلتلك يا نهار ايه سود؟ ايه امن النادي امن النادي ياسمينة جاية امن النادي ايه واحنا النطيب من عصور لياسمينة مين ياسمينة دي؟ واحدة كنت ماشي معاها زمانة دي جرى يا اوي يا مدى اوي اوي ايه ده؟ لا ولسه بقى لبقى تيجي تشوف بقى انا هعمل ايه؟ ها ياسمينة ازاي؟ ها يا سي زفت ايه؟ انت بفتحك علي ايه؟ تاليك هان تجي نادي بجليك؟ انا؟ تالي انت عملته معايا مبارح ده؟ عملت ايه معايا مبارح ده؟ انت عمل معايا ايه دي؟ اعملت ايه؟ اعملت ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ في ايه؟ انت عملتش اللي صور القديمة بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مش غيلة في الصور القديمة حافيك وعايز نحط لك الصور جديدة الدهال لاوح نحط للصور جديدة عطول يعني لأ انت ممكن تخرز خلوش انت محدش كلمك اصلا انت بتضحك علي بتغزك انت؟ ايه صح انا ما شاعرتش حاجة الملميلي شاعر الصور دي؟ مين؟ مش دلقك كون بتاعك؟ اه يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ 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 انت انك حيوان؟ يا حيوان؟ ايه حيوان؟ ايه حيوان؟ ايه حيوان؟ السوستة جات في درسي عليش السلامتك حيوان؟ ما تنبسنيش يا شريف ما تنبسنيش قلتلك يا اخي وعبا يا اخي الله ام بي جد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور فضيحة يا بنتي دي اسمها فضيحة انتي مش فهمة كمية الكومنت عملها ازاي؟ كل الناس بجد كل الناس كلهم عاملين شير للصورة يا بنتي انتي مش فهمة دي جات النادي عشر دقايق بس مبارح ومن اللي اتعمل فيها رحت عياطت ومشيت على طول احسن تستاهل قلتلك يا سوق انا مش سهلة انا مش سهلة خالص ادخل 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 امورت الحلوة بقت تحمة بقت تحمة وانها سهلة ايجا بطول تحمة كده احسنها واكلة هنا تحمة سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة باي حبيبة بابا نيلي امورة بابا نيلي كتكوتة بابا نيلي خلصت فكرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه بس انتي لو عايزانة خلصها خلصك لسه فيش وقت حاجات كده عندي فرشة زغنانة وعندي بغبغان مش عارفة ايه؟ لا فرشة زغنانة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش انما دلوقتي في البحر سامكة سامكة عارفة سامكة وعارفة كل ده خشي في الموضوع على طول اه ابدا اه انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف وأقدب بنت في الدنيا اللي يا سبحان الله حتى لو قلتلك حاجة ضيقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا ولا انا غلطان في الانوان؟ انجز يا بابي اقول عملت ايه غلط بالعكس اعملتش حاجة غلط ده اللي عملته ده عشان ما عملش حاجة غلط ممكن تبقى دايريكت وتقولي ايه الموضوع على طول طيب اللي عملته ده عملته عشان خطرك انتي عشان اكون عيلة ونتلم كلنا كلنا نتلم في حميمية ونبقى قسرة جميلة متربطة تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انتي ما نفسكيش من زمان يقوليكي اخت عمري عمري ما كان نفسي في كده ما تقول بقى في ايه؟ ابدا الجغاية في الموضوع يعني انا اتجاو الصباح عالي صوتك لا عيشت ولا كنت لما عالي صوتي على بنتي انا اتجاو الصباح عالي صوتك بالغنى انا هتجاو الصباح صباح مين؟ خالد شريهان اخت شادية؟ ويراط عبد الحليم؟ لا يمكنك الستة دي تدخل البيت هيا والبتاع اللي معاها دي عاقوا الستة تست 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 اي اي باش مهاندس والنبي زودت لي بقى الفيكت بقى عيب يعني ده انا حبيبة ايوة تست ايوة الله ايوة تمام تمام عمنا عمنا باشا انت مصور مصور كو كو مصور حضرتك ما تعفليش هيا بقى تقفلي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخلة ماشي؟ فنل معاك كاميرا الفيديو ايوة عميه معاك تقعد لي هنا تخرجوا تدخلوا الكلام الحلوك ده ماشي؟ والقلوب والحاجات اللي انا قلتلك عليها حبيبة ايه كاريكا المفارش اهوي فصل دي بقى تشيلهالي وتحطي لي بقى المفارش المورد ممكن؟ مش ده اتفاقنا؟ يلا يابا يلا الله يكرمك ايه كاميرا اتفاقنا؟ ايه كاميرا اتفاقنا؟ ايه كاميرا اتفاقنا؟ يلا العروسة وابتامل لا لو جات ملاقيتش كل حاجة جاهزة تسمعوا العرفاز مسمعتاش في حياتكم ماشي مصدق نفسي ايه كاميرا بقى ده فرح بزنس مان كبير؟ لو حد عده من بره هيفتكره مولد انا بجد اللي مش مصدقك انت كل اللي فرق معاكي الفرح عنها وتلوكس انفرانت اوف فيبل مش فرق معاكي خالص ان بوكي متجوز التلبيئة اللي اسمها صباح تيه ازاي يعني مش فامق معايا اذا كنت انا من ساعة ما عرفت انه هيجوز هبارجع كل يوم خلاص ليه ما بوصيش الجوازة يا نالي زو بابي قليل الادب وبتاع ستات وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتاعيحها بيتتي والحاجات دي فكده ولا كده كان هيجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو اللالي whatever انا قلت سيبه يومين ثلاثة يجوزها وبعدين اشوف طريقة خليه يطلقها ايا بس هتخالي ست البيئة دي هي وش هري هان يعودوا معاكي في الفيلا هنا اما الاخر لي يجب لها بيت ويكتبوا باسمها ولما يطلقها تاخد البيت لا طبعا دي لازم تفضل تحت عناية أسيبها يعني تاكل باقلو كنافة حلاوة انا لي حلاوة تس 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 ايوة الله 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 اهلا وسهلا اهلا وسهلا ده مين طالف زبادو فراولة ده مثال فول يا فندن محصوبك هاني مبروك للحج انت مين يا حيوان انت انا ليه يعني الغلط ده حضرتك انا هاني هاني الدبدوب دبدوب يعني حيوانة او عسل عسل والله يفت انت بتعمل ايه هنا انا حضركة انا المسؤول عن التجهزات بالفرح يعني تقدر تقول علي كده انا الويدنج بلينرز سماتي الي بلينرز اه لما اخزحنا اسفين لو كنا ازعجناكم بس لازم نعمل ساوند شيكس عشان تبقى كل حاجة جاه ليه ليه بتحطوا اس في كل حاجة بلينرز وشيكس ليه هو انت كتير مش انت واحد لا انت فهمت غلط يا قبلة الاس دي مش مش بتاعت البلور لا دي اس بتاعت الابوستروف اس يعني الاس عيد على الزكر اللي هو انا انت مش زكر انت حيوان وانت عسلز عسلز ممكن اجرب اه طبعا تفضلي اعملي اعملي انا اريد ان تفضلي اقولي شيكس 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 مايك ايوه الله الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ده مين اللي طارق زبادوفة رأولة ده مثال فولي يا فندن محصوبك هيني مبروك للحق انت مين يا حيوان انت انا ليه يعني الغالط ده حضرتك يعني انا هيني هيني الدبدوب دبدوب يعني حيواناو وعسل عسل والله إفدت أنت بتعبال إيه هنا؟ أنا حديكي، أنا المسؤول عن التجهزات بالفرح يعني تقدر تقول علي كده أنا الويدنج بلينرز سمعت إلي بلينرز؟ آه لما أخذ إحنا أسفين لو كنا أزعجناكم بس لازم نعمل ساوند شيكس عشان تبقى كل حاجة جاه ليه؟ ليه بتحطوا أس في كل حاجة؟ بلينرز وشيكس، ليه؟ هو أنت كتير؟ مش أنت واحد؟ لا، أنت فهمت غلط يا قبلة الاس دي مش مش بساعة البلور لا، دي اس بتاعة الاباستروف اس يعني الاس عيد على الزكر اللي هو أنا أنت مش زكر، أنت حيوان وانت عسلز، عسلز ممكن أجرب؟ آه طبعاً، تفضلي أعملي ما عايز أجرب شيكس أقول لي شيكس شيكس؟ شيكس؟ شيكس، شيكس، شيكس يا قبلة يلا خلي الحرة تنذهب 60,000 داهية والله كان قلبي حاسس أنهم مش هيعدوها على خيط يلا طلبوها ونالوها خلاص يا خالتي سيبك منهم بس بيت بتكسروا ورانا قولل يا حرم عفنا يا أولاد خلاص يا خالتي دلل فرحك فرحي؟ لا ده لأ لكم لا بياد ولبس عليكم لسود يا أولاد اتفوق خلاص بقى يا خالتي خلاص ما تسمعون يا زخريوت يا أولاد على عينك يا أهرانة خبات الليلة يا عيانة على عينك يا أهرانة على عينك يا دراتي على عينك يا دراتي لا بياد ولأحمر فضلاتي على عينك يا دراتي يلا حارة دلمة احنا اللي نورنا يلا حارة هصي هصي يلا حارة هصي هصي احنا اللي عملنا لكم حس ييجي 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 وأقوله ييجي على اللعبي كله ييجي ترجمة نانسي بحالة حضرتك مش شايف الدكوريشن، مش شايف بهديلو الجنينة ازاي؟ بص البلونة اللي هناك، بص حضرتك الناس اللي هاراك بترقص ازاي؟ كارسة، لأ، الأطفال اللي معاهم، والله العظيم يا أونكل دول مش أطفال استحالة يكونوا دول أطفال بريئين، من شوية واحد صغير كده جي قولي إيه؟ بصلي كده كأنه بصت رجل كبير كأنه رجل مضغوط قال لي يا أنسة يا قيسة تتقلي حتى 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 لو ما حلوز يعني إيه؟ يعني إيه قولي؟ دول أريبها يعني إيه اللي لي تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي حاجة أحب اللي بالظبت، ممكن لو سمحت من فضلك، لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي من فضلك تعال نلحقه في الساعة اللي فادلاله من حياته بليز بليز يلا ننقذه، حالتك إقنعه لأنه مش مقتنع بكلامي يعني اللي دالي نفسي وهموت ان انا احبت زيه حدوثك ما تتكلم بجال؟ لا طبعاً وضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعوا او حاجة طب تفضل حديثك قاد وانا خلي الناس الجميلة دي تجيب لك بقى حلارسة وبرارسة والحاجات بتاعيتهم تفضل 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 خلي بالك على ابوكي بيدرابوا واحد ورق تاني حاسب وسع 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 تعلن شركة مصري الطيران عن وصول رحلة البحرين اللي عليها احلى عروسين وسع 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 اللي قاعد يقفوا اللي هو قاعد يوسع وسع وسع يا عمنا العريس ده يهمنا وعروسوا من عندنا نحييهم من قلبنا يخليهم ربانا سكة حديد مصرية عارسنا مية مية سكة حديد مصرية عارسنا مية مية جاعنا يقول ولا قاعد جاعنا اقول ولأ قاعد جاعنا يروسك طوع احنا بتوعه المزايات لقدلد حبيبتي بعقولة جاية تنيني بليز ابعد عني انا مش مصدقة انت ازاي مش مستخبي ازاي مش مكسوف انت عايزم قريبنا عايزم ناس معك مشان نيلي في ايه بس فيها اللي طلبت الحقيقة وبعدين انا شايف ان ده حقها كسر حقها كسر حقها هو ايه حقها ده اصلا حقها ده حقها ده شيء بصغر من الحق الكبير يعني ايه حق زي بقعها؟ لأ مش عضو في الجسم خالص حقها ده شيء معناوي حقها يعني حيقول لها فوت بالك حقها تقزى فيها دلوقتي خربت عيه وحقها وقعها والقرف اللي هي جايبها لنا في حياتنا بابي لو سمحت يا بابي انا اول مرة في حياتي اترجى حد لو انت مش خايف على مستقبلك خف على مستقبلي انا خف علي من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده حاضر يا حياتي حاضر بس انت اوفر بلوع ابسط من كده كتب ليه لو هتعدي واسع 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 اللي هي هديوه في اللي وقف يوسع وصلت عرسيتنا الامورة اللي عايزها مليون صورة يلا نعمل لها احلى شبورة واتديني يابدي السنويسيانة احياتي الامورة احياتي الامورة واسع 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 المباسسيانة احياتي الامورة احياتي الامورة والعريسة هي الحلو عرصتي طفينها نعاما والعريسة هي والعريسة هي والعريسة هي والعريسة هي قلوب هداما بش العداما بك فرداما بك فرداما اني ملكش بعيد واطي ولا كسر عديد معين واطيب واطيب والعريسة هي والعريسة هي والعريسها ايه الامر ذادي عرصتي حلالي بي أعفيدي بي أعفيدي بي أعفيدي يلوني في عيونها طي ويلالي حاسم وسع 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 تعلن شركة مصري الطيران عن وصول رحلة البحرين اللي عليها أحلى عرصين وسع 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 اللي قاعد يقفوا اللي وقف يوسع وسع وسع يعمنا العريس ده يهمنا وعرصوا من عندنا نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا سكة حديد مصرية عرصنا مية مية سكة حديد مصرية عرصنا مية مية يعم قول وانا قول يعم رشب فوز يعم قول وانا قول يعم رشب فوز إحنا بتوعي المزانيات وصل من كده بكتير إحنا بتوعي المزانيات وصل من كده بكتير إحنا فريق الفكوهوس تطوك 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 إحنا فريق الفكوهو تطوك 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 منيلي يا حبيبتي بعقولة جاية تانيني فليز ابعد عني أنا مش مصدقة أنت إزاي مش مستخبي إزاي مش مكسوف أنت عايز مقريبنا عايز ناس معك مش شوهم منيلي فيه إيه بس هي اللي طالبت الحقيقة وبعدين أنا شايفة إمدى حقها كسر حقها كسر حقها هو إيه حقها ده أصلا؟ حقها ده حقها ده شيء بصغر من الحق الكبير يعني حق زي بقها؟ لأ مش عضو في الجسم خالص حقها ده شيء معناوي حقها يعني حيقول لك خد بالك حقها تقز فيها تقز فيها دلوقتي خربتها هي وحقها وأعلاها والقرف اللي هي جايبها لنا في حياتنا بابي لو سمحت يا بابي أنا أول مرة في حياتي أترجى حد I'm begging you لو أنت مش خايف على مستقبلك خف على مستقبلي أنا خف علي من فضلك وقف القارف اللي إحنا فيه ده حاضر يا حياتي حاضر بس أنت أفر من الوقت أبسط من كده كده دي لاو هتعدي أستع وسع 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 اليها هديقفوا اللي هو وقف يوسع وصلت على ستنا الأمورة اللي عايزانها مليون سورة يلا نعمل لها أحلى شفورة وكرا يا بجل سنوى إشبالة اشتركوا في القناة 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 وسندوتشي لانشون هو كان زايا ده غير بقى علبة الحلم ايه ده في لانشون؟ طب ما تقول كده ارجع لي يا ابني بالصانية دي طلع لي بقى كل سندوتشات اللانشون اللي في العلب عبيعي في الكاس وانا هوزعها بمعرفتي هو اي حد هياخد لانشون ولا ايه؟ الاكل عجبكم؟ ايه؟ بالهنة والشافة خدت لانشون يا حج؟ لانشون؟ ايه هو اللانشون ده يا بنتي؟ اللانشون يا حج اللي هو بيبقى مدور كده واحمة اللحبة يا حج اللحبة؟ اه؟ لو فيه في الصالح حكي؟ لا في الصالح يا حج طبعا اتفضل 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 بالهنة والشافة اتفضل يا مستر مونير انا عادة بدي كل واحد سندوتش لانشون حضرتك اتنين ايه ده ايه الحاجات دي يا ناس شريهان انا ما باكلش ماما كانت منع اي لحوم صنعة تدخل البيت علشان كده انا ماشي باللانش بوكس بتاعي طب ليه حضرتك؟ ده لانشون صلاح وعبد الفتاح مش كله اتفضل ايه ناس شريهان دي واصية لازم تحترم عايزاني ما تخانش الله يرحمها الستة الوالدة حفزت عليك من فوق وطنشت من تحت فضلي يا مواستة فضلي بالهنة والشافة يلا بيتي يا نيلي انا ووطلعش اللانشون ده الا للغالي خد انتي وصاحبتك سو شكرا ان شعيزة منك اللانشون وصحبتلي على فكرة سمه سو ايه بيتي التنكة بتاعتك دي فستانك الأحمر ده قصماً بالله الفا أن أنا بوسي لما عملت معلوم ونوكا تحلى منك دوبي 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 أنت سمعت بتقولي إيه؟ دي فكرة أننا في حفلك أنا الكورية كانالي أيوة بس أنا كان فعلاً نفسي في لانشن سور أنت بقيتي زيهم؟ بصي شايفة الست اللي الترقس فوق التربيزة هناك دي؟ اطلعي لقوسي زيها كانت فوق التربيزة وعمالي ببطنك كده وقولي عايزة لانشن عايزة لانشن الدين الرمضان أنا قلت عايزة لانشن بنيان أخذي هزة السندويتش ما تخليهاش تأكله الحلوي يجيبي الحلوي سيبقى هتلزقني أنا ما قلت زياني حتى دك يا متح تدخل الفلوس دي بكرة في حسابي في البنك بأي طريقة كانت يا أخي يا دوبي ده وقته مستان خير؟ مستان خير من فضلك بلاقيش الشاحن بتاع الموبايل عند حضرتك وريني فيه هو عندي ما قلت عاش نقولك طب أنا افتكرت أنا معايا تقريبا واحد في العربية ما انت مش عايزة شعن كل ما زياج عاش نقولك ما تيلاش عندي حراج شاحن؟ عندي اه لما دخلت الفرح لقيت كل الموجودين بهوات حتى العيال الصيعة والشمامين بهوات حضرات السادة بهوات معنا ومعكم نجمل اغنية الشعبية ونجمل موال في الوطن العربي اللي ولا واحد ولا ما يقدروا ينفسوه اللي ولا 1500 يقدروا يهزوه المطرب الوحيد اللي دعا الى السلام وقال السلام عليكم المطرب الوحيد لما يغنيوا الدنيا برد تلاقيها النار 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 المطرب الوحيد اللي سال على عم سلامة في شدته معنا ومعكم نجمل اغنية الشعبية بشرة لكل العيانين جبنالكم حكيم الليلة للت وكلامي قلت اهيا بخت يا رب وعيدنا زل العييون اشعل الكيان När Tabl besحر ده ياخدنا الليلة للمت وكلامي قلت اهيا بخت يا رب وعيدنا زل العيون اشعل الكيان assume na Olath bid besحر ده ياخدنا أنا مهما أحكي أو مهما أوصي بك تأمنين أنا يا بوابنا الودة بلدي وجماله بلدي والبلدي يوكل يا زيادنا من ناحية بلدي أكيد بلدي مش مختلفين الحق بقول على الأبت لو قد أمين بنغمص عيونا بنعمل إننا شايفين والطوبة يجد في المعطوبة وقعدة أسنين يا جماله ما حدش يمشاكوا لإنسان ولجان أمر 14 والله ربنا هيحسبك على الحيطان اللي لنلت وكلامي قلتوا أعيباتوا يا رب وعيدنا زلل عيونا شألت كيانا على قلب سحنه دا ياخدنا زلل عيونا شألت كيانا على قلب سحنه دا ياخدنا زلل عيونا شألت كيانا على قلب سحنه دا ياخدنا اللي لنلتوا كلامي قلتوا أعيباتوا يا رب وعيدنا زلل عيونا شألت كيانا على قلب سحنه دا ياخدنا اللي لنحكة حلوة وكلام غلوة وملوش نسيش كده في الدنيا كل اللي لمحوا أو شبنا لرحوا في الليل فهير ولا نمسان يا ما هو لازم نزهر ما ينامشي دا أكيد من الخوف في حد يشوف المنزر دا وفي ليله ينام دا أمر طبعا غزبنا عنك وسلام تشوف صلوا على النبي خلوا اليوم دا يعدي بالسلام أسكني عارس نحنا بنتحك مش قاصدي الحد بنحذر ويك من فرحة لا أنا فعلان بتكلم دا اللي لنلتوا كلامي قلتوا أعيباتوا يا رب وعيدنا زلل عيونا شألت كيانا على فن بسحر دا ياخدنا انت ازاي تاخدي مني المايك وانا بغنب انت بجنون هابت انت يا وانا أخدت منك المايك ولا انت ايوه عشان تتلاعيت اسلل ازاي في الراجل انت والبتاع بتاعد دا مانت يا حبابتي انت لازع فيدي عن انت بخالتي كادا اللي انت بتقولين هو معرفكوش قاصة يا جماعة خلاص قلنا صلوا على النبي خلوا الليلة دي تعدي على خير بقى والنبي انتوا بايتوا قريب ونسافوا بقى استيس حكيم من فضلك ملكش داعوا بالنس دي لانها زهقتني في حياتي وانا قسة قوي نخدت منك المايك في الاغنية بس كنت عايزاك تعرف الحقيقة ايو بس ما كانش فيه داعي للنمر اللي انت عملت قدام الناس دي حضرتك مش فاهم هم بيعملوا فاقيق ما بس مايا بيت انت تحتحكي له قصة حياتك الرجل مش فاضي اخراسي بقى فضحتونا فضحتونا مش ممكن استيس حكيم مش عايزين نعتلك اكيد عندك افراح وحفلته كده يتفضل فين يا امورة يتفضل فين استيس حكيم جاي يقعد معانا لحد الصبح عشان هو نكم شعبي يعني من انا احنا مش من نو كونتوك ده مغني عالمي يغنى مع جيمز براون اللي بتقوليه ده استيس حكيم ما عرفش الاشكال دي خالص والله هيتلاقيه جاي عشان انت رحتو مساحتونه البيت انتو اللي اتنين ما تلمي نفسك يا بيت انت هاني ده اكبر نباتش ومتعاحد حفلات فيك يا مصر اساسا استيس حكيم جاي عشان بابايا انا هو ده بابا؟ ايوة بابا يا بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا بابا يبابا يبابا نسبة الزيت معانا مش ممكن يعني جت انت بتعملي ايه يا ولية؟ مش انا اللي باعمل دهوه و اللي بيع همه وانت بتهببه ايه؟ الوكب محزور وعايز يشوخ والكنيف عندك ومشغول يستير ورا المسرح ولا يستير هنا في الميا انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمة منك حاجة بس يا حبيبي كفاية ايه كل الميا دي هوا شارب ايه؟ هاشرب ايه يعني شارب ايه زا ستين بير اطلع برا برا البيت خالص يلا برا ماشي يا اختي ماشي يلا امشي يلا يا ابني يلا امشي با يعني اولع في البول ولا ولع في البيت ولا ولع في نفسي ربنا يسانحك يا بابي يارب الزفتة دي تعدك بالليل بس نيلي مانكل سليم تعالين ايه ده؟ حضرتك عامل كده ليه؟ واحد انتهز ان الموبايل بتاعي فصل شحن جابني هنا واقلبني سرق كل حاجة محفظة موبايل ساعة كل حاجة واحد منين من الشارع؟ من هنا من دول؟ مالش جان خلا مباري سوري مش عالف اقول لي حضرتك ايه؟ طب تعالي اجيب لك حاجة تلبسها ياريتم النبي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ إيه اللي انت بتعمليه ده يا بنت عمي؟ طبقه في فدروة ولا حاجة؟ اسطر على نفسك وعدم مين ده مدير البحر؟ إيه اللي انت بتقوليه ده انت تجنينتي؟ تجنينتي ايه يا حبيبتي؟ تي عايزين اكدب عناية؟ وقفة مع راجل غريب في الزنقور بمنظره ده هتكونوا بتعمله ايه يعني؟ بتلعبه استيميشن؟ يمكن كان بيعلمه في نون القتال بس يا متخلف انت وهي ده انكل سليم قاربنا وواحد من الزبالة اللي انتوا عزمينهم هو اللي عمل فيه كده وسرقه لأ حزبي على كلامك يا حبيبتي وفارميلي عندك احنا ما نعرفش ناس الزبالة وبعدين احنا شعرفنا ما يمكن هو جاي الفرح مهوي على نفسه كده جاي فرح مهوي ازاي؟ هو جربوع زيكم؟ ما تلمي نفسك يا حبيبتي احنا ما نعرفش جربية الناس اللي جوا دول اشرف منك واشرف من اللي طاع فيهم كلهم على الاقل جايين بما لباسهم خلاص اهدي يا شوشو اهدي خلاص يا استاذ انيلي احنا هنحل الموضوع ده هوت بقولك ايه مش يمكن يكون الواد ايمان اير ده هو اللي عمل الحوار ده؟ هو انت عزمت ايمان اير ده؟ انا اضطريت غصب لعني ده مثبتنا انا مرتين يا هاني طب هنجيبه منين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ ياما في بيتهم ياما في شرعب عزيز بيفور الحاجة اللي معاه ما تقلاش يا حاج حاجتك عندي انا هجيبها لك حاجة ايه اللي هتجيبها له؟ انا هحبسكم كلكم الحق علينا ان احنا عايزين نساعدكم تساعدوا مين يا حرمية يا باور؟ باور ايه ناور يا قبلة whatever انا هكلم البوليس حيلاً عشان يجيقبض عليكم تعمل اللي انت عايزة انت هتقرفينها الو بوليس؟ ممكن نعمل أوردر لو سماح؟ عايزة بلغة عن سرقة في اللي عبدالله مكاوي انا هريد سويد ايه حضرت الزابط ايه السيرفيس التحفة دينا لسه قفلة حيلاً جيتوا بسرعة قوي لو سمحت انا عايزةك تقبضلي على دي ودي والولد ده اسمه هاني الأرنوب الأرنوب ده ايه؟ ده بدوب يا باشا هو ايه اللي قبض على دي ودي ودي؟ لا يا باشا انا اللي عايزة بلغة عن البت دي قفشتها في وضع مخل مع راجل هتلاقيه متلقح هناك كده في دروة بملابسه التحتانية ايه تلقى دب بتاعتك دي يا مجنود ده أونكل سليم يا سيعة يا بتاعت أونكل سليم بس بس بلاش كلام فارغ انت هتظلم الكاوي؟ ايوا انا معايا عمر بلعبد عليك تفضل معايا ليه؟ دي مراطي انا مالي بمراطك انت شركتك تملك بخيرة كتطلعة من إيطاليا للصين ايوا تفضل معايا عشان البخيرة دي غريت طب وانا مالي يا فندم وانا لسوقتها لا احنا مساكنا السواق اتفضل لا 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 اتفضل طب لا تمقت يعني ممكن اقتلك اللوير بتاعه بس ييجي لأول؟ يا باش عالدعاري يا اللهوي بس بقى هاي بيسو ام فاين الحمدلله مفيش مركب من بتوعنا غرقت في أوشن وعليها بضاعة كتير قوي فالشركات أصحاب البضاعة هما لقدموا بلاغ في بابي واضح ان في ناس وشهم حلوة قوي علينا طب اتجيها بالجاز مجي ولا عمل فيها خلت استني بس ما عندها حق الصراحة ده احنا قدمنا محني ده احنا جبنا داغ الراجل ده من يوم ما عرفنا وهو ما بين المستشفيات واللي قسامه هي السجنة طب اخرسي بقى اخرسي بقى وسكوتي متنيلي على عيني ماضي قالوا لنا انه هيخرج بعد شوية بس قالوا لنا هيخرج بكفولة ده نوع من أنواع العقاب كفالة اوكي ايه الكفالة دي؟ نتفع سعب اقفلي يا سود الوقتي باي طب يا عبدالله بيه أسيبك أنا أروح الحمام وبكرة الصبح نتقابل إن شاء الله وانت تستنى في الحمام لغات بكرة يا مونير؟ يا دوبي عبدالله بيه بونوين بونوين جوزي حبيبي الحمد الله سلام يا سعبد الله يسلم شده وتزول يا عمه شكرا بنتي بابي طلق السيد دي دلوقتي حالاً دي وشها وحش قوي عليك من أول يوم نبركب غرقت والمال بعد تويك ستعملي فينا ايه ايو عتصدقها يا سعبدو ده انا وش حلوة قوي ده انا قدم حلو هي بس اللي من نفسنا مني شوية انا ايه؟ ايوة من نفسنا مني من ساعة ما شفتيني لابسة فستان الفراح وانتي مش طايقة نفس بس 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 فستانك ده سكوتي خالص سكوتي خالص؟ بقولك ايه يا بتنتي انا خرق في مناخيري ومش مستحملة ومش نعصاكي كفاية البتاعة ده طبيق على نفسي ما هو طايق على نفسنا كلنا انتي اللي مش متعودة ايتيش عرفك يا بنتي انتي كانت متعودة ومش تعودة ايتيش عرفك يا بتفتاحة ايتيش عرفك يا بتفتاحة تفتاحة ايه اللي انتم تعملوه ده انا مش مصدق هاو صباح انا تعباني السلامتك يا حبيب تجراوه يلا اخوي حط ايدك في ايدي كده بس كان نفسي نتزاب في الاول يعني ازعابته مش مهم ما تسمعين يزغروا تابت رايتهم رايبة الناس يتعرفوا عليك يا أبداي نعم أقمري عايزة إيه؟ بقالك يا مم بحلقالي عايزة إيه؟ يا يا بيت انت عايب عليك كده حرام ما تتريهش عليها ما بتعرفش تتكلم مين دي لي ما بتعرفش تتكلم؟ دي أنا سماعها الصبح بودني وهي بيتغني أهلة ولعبت يا ظهر أهلة ولعبت يا ظهر وتبدلت لأحوال بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده ايه ده انشافت لا دي أكيد ملبوسة كده يا ممي خلاص بقى الشاشة فكية بقى أفك إيه بس يا هاني ده احنا من ساعة معرفنا الرجل وهو حلو في النازل شكلنا بقى أندر قوي وانتو مالكوا يا بنتي هو قدروا كده انت بس توصي خالتك تقود إيه جنبه يعني تفكه تاخده في حضنها تتطب عليه الرجل برضو عريس جديد وفي ظروف صعبة ومحتاج لسدر حنين كده ما تزبط يلا وتلم نفسك يا بنتي ما حلاله يا بنتي هو محتاج لسدر حنين يترمي فيه نيان نيان مالها دي بتناولنا وليه؟ نزل رجلك وحط الطبقة على الترابيزة معلش شنال قعد براحتك يد نيان ما تتعبش نفسك بعثنا نياء وتجيب طلبات طلبات ايه اللي بعتتوها تجيبها؟ لا ما تلاقيش ده حاجات بسيطة يعني فول على طعمية على بقسمات مش قصدي يا غبي قصدي ليه أصلا تبعتوها تجيب طلبات ليه ليه مش شغالة هنا؟ شغالة عند أصحاب البيت انما انتو ضيوف تقال وخلاص هتمشوا بقولي كيه يا بتنتي ده مش عايزة تخنق معاك عشان الظروف اللي عمو عبدالله فيها هو فين بابي أصلا لما شفتوش من الصبح؟ في المكتب مع المحامي ومواندوب شركة التأمين انت بتتكلمي ليه أصلا وحفظ كلمك؟ الله انت بسقصية بتنتي ولا ايه مش انت اللي بتسألي؟ بسأل نفسي وبتكلم مع نفسه خلاص ما عليش ياسبت كل حقك علينا وانت بعد كده لما تلايه بتتكلم مع نفسها ما تتدخلش خالص ماشي؟ انت مالك انت أصلا قاعد متبارتع كده في الليبين انت مين أصلا؟ بعدين بقى ده خطيبي عشان فهمت بلغتك ماي اكس فريند وضيف مرات عمي اللي هي صحبة البيت اولا انا مش هصلحلك الكارثة اللي انت قلتها دي وهسيبك حمارة كده ثانيا مرات عمك اللي هي صحبة البيت اسمها الست اللي خربت البيت يا علم يا نحس شريهان ايوا يا عمو حقلا او عيالها شريهان ايوا يا عمو مش فيه ملف مبارح دي طولك ولطيلك خليه معاكي ايوا انا شايلة معايا هاتيه تعلي بسرعة ثواني ويكونوا عند حضرتك مايقدرش يستغنى عني خالص هيجنني نزل رجلك يا متخلف انت معلش ناسف حقيقك علي هاتيه على فاكرا انت صاحبة البيت طبعا اي نو مش محتاج تقولي استاذ عبدالله انا اسف شركة التأميم الشريطة تحمل الخسائل على البخرة البخرة تحركت من مينة وكان عليها حمولة زيادة معنى كده انتوا ماتبعتوش كواعد الأمن كل المعلومات الي عنده حضرتك معلومات مغلوطة وبعدين انا مش فاهم ازاي شركة تأميم كبيرة زي حضرتك له يا كبيرة انا انا محبون جدا واسمهم زي الطبل في السوق له يا زت طبل اههل اهههل في صحتها للدرجات كل الكلام ده مش غير حاجة من الموضوع طب انا مش هتكلم عبدالله هو اللي هيقول لك الحقيقة فاضل فان فاضل انا او الصرف طيب شوف يا سيد ويل سامح سامحة سوري شوف يا سيد ويل انا على خاص لك الموضوع في الايدي هو الراجل الكبطان طلعب المركب قال دعاء الصفر سامح الله حطت البنزين شف بنزينه شف مويته شف زيته شف فلاته كله تمام وهو ماشي في عرض البحر زي الفل تلقى له بلا تبتحرام بجيتسكي وصيني ومش مترخص يا فان ومش مترخص تمام عادي يزوله في البحر كسر عليه طيار الورد طيار الروح طيار الانبنتك بوركل فدا في الثانية لقى جبل جليدي قدامه وراح الداخل في الجبل الجليدي قسم المركب نصين وغرق زي تيتانيك و تيتانيك كان لحد حاسبهم و الفيلم انكسر الدنيا وجاب فلوس قد كده تعرف جاب فلوس قد ايه؟ تيتانيك كده؟ فا ومع ذلك هسيدي مسألة بمطار بساطة يعني الحمد الله رب العالمين زي ما بيت قالي انها جات في الصاج وجات في شوية فلوس علينا وعليك مش اكتر يعني اللي حضاك بتقود يا أستاذ عبدالله أستاذ عبدالله تفضل اهو اهو ايه الملف اللي بيسبت صحة تكللنا مليون في المية تفضل يا فان تفضل مان يا سامح به احنا شركة كبيرة شركة عريقة تمام احنا نعيد التحقيق بس من وجهة نظرنا الشخصية المسؤولة لحضتك يا أستاذ عبدالله لا معلش يا باشر ثانية واحدة مستر عبدالله ملوش أي علاقة بالموضوع ده أشتر وأمهر موظفة عندي اسبع منها واستفادت مستر مونير هو المسؤول انا ايوة انت يا شيخ حسب يا الله ونعمة الوكيل فيك يا شيخ حرام عليك بقى ايه الكتب ده مش دي الشحنة اللي طلعناها وغرقت بالمركب اللي فيها وانا حذرتك بدل مرة تلاية فاكر لما كانت المجاري طفحة في قوتك قعد تقول لك خلني بالك الحمولة زيادة المركب هتغري قلتلي ملكيش دعوة خليك في نفسك دي بتكلم على موضوع تاني خالص يا فندم ده الخيرة بتاعت السويد يا عبدالله بيه فاكرها يا طب المخيرة بتاعت السويد لا تجدت بصوليتنا واحنا تحملنا كافة المصاريف لا لا بتاعت السويد لا سويد ايه انا مش بتكلم عن السويدة لا بتكلم عن المركب اللي تغريت من قطاليا للصيف اللي كان رقمها ربعمية اربعة واربعين على ألف بهته صح؟ دي واحدة مجنونة جابانة يسترزق في الشركة مجنونة طب انا هوريك بقى الجنان اللي على أصل عشان يا كنت متأكدة ان انت هتعمل مكيدة في عمو عبدالله تفضل يا باشا ادي نسخة من المستندات اللي تثبت كلامي ده تفضل عم 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 بقى انا هوريلك ارعيك بقى يا عمو انا عايزك تحمد ربنا ان انا جتلك في الوقت المناسب انقذك من ميستر فلاية الشرير هم ارعي ايه روح يا شيخ الله يخرب بيتك شريف سيف في ايه بكلمك كثير ما بتردش علي ما هي وإيه حكاية دا انك دي في ايه مالك ما فيش حاجة ك casual كونت متاجق اعود الواحد في البيت علشان باشتغل على المشروع التخرج بتاعك انت تعارف عايز πάATA على ايه في الاب طوب بتاعك سيف سيف ما يل بقيك فيه ايه انت بتجدب اتخذت بالك طبعا عنيك فضاتك ازاي قل Stebo سيف فيه ايه مالك يحكيلي حاس ان المخنوق مكتف ايه اللي مكتفك؟ ايه اللي مكتفك؟ انت اللي مكتفني يا شريف بتخش عقا بتقولي كلام قديم وانا بك جرجر وانت عرفتني انا على شعراية مش ايه اللي انت لابسه ده شيف نبسلي هيقول يا شريف وبدلة بترولي معلش خرص انسى البدلة وبركز معايا دلوقتي طيب ايه؟ فيه ايه اللي وجعك؟ احكيلي انا صاحبك وفيش حد في الدنيا يعرف مشاكلك غيري قولي ايه اللي وجعك؟ ايه اللي دايس على مشاعرك قوي كده؟ نيلي كنت متأكد وقلتلك مئة مرة احذر البنت دي احذر البنت دي انت تستعبتان انت بيطوليش حاجة انت قلتلي مش وراها البنت دي جامدة طيب مهي جامدة فعلا ما تغيرش الموضوع ايه المشكلة؟ نيلي خانتني يا شريف شت خانتني دست على مشاعري واحاسيسي عشان توصل لغرضها الدنيق معلش وبعدين وبعدين بقول لك خانتني يا شريف انت عرف البنت دي عملت ايه؟ دغلت على الكمبيوتر بتاعي وطلعت صور ياسمينة وفضحتنا شايرتها للدنيا كلها بنتي مش طبيعية يا ابني بتعرف عملت ايه؟ ما بتردش عليا في التليفون انا ميتردش عليا في التليفون يا شريف انا ميتردش عليا ما تظلمهاش انت تعرف حاجة؟ انت فيه ايه؟ والدها مال والدها؟ انت اعترف اكيدش فيه حاجة بمر بظروف صعبة جدا ايوة اعترف انت بمر بايه؟ قول يا شريف قول ما تواغبشنيش يا اخي بس بقولك ايه ما تجنش ربشاي انبطل عبط بقى في الحدة الدقيقة دي لو مش عارف اتكلم معاك ما انت يا شريف بقى انا بقولك انا بشوف البدلة البترولي دي بحس ان انا حسن سدق ارجوك يا شريف ارجوك ارجوك اتكف على ايه ارحمني يا اخي ماشي تتعلن كلمة المباحة عايزي تشرب ايه؟ ايجي حاجة بريل لو فيه بيخرب بيتي البريل اللي انت بتجربه بقى ونقعد بقى حبيب مبارك ايه؟ ولا اسبوع يعني ما ردتش عليك تعال يا شريف هو ايه اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بيتي يا نيل حولي هاتينا الابداء ده مسلسط توركي حلوة او انا بحب اتفرج عليه يلا شوفي اختي البيت نيلي من فضلك وطي التلفزيور يا جماعة احنا في مصيبة احوز اتكلم معاكم شوية عشان نشوف حل المصيبة دي الله ايه بقولوكم احنا في مصيبة عوزين نقعد مع بعض نشوف حل المصيبة دي عرفنا ان في مصيبة بس لازم نقعد دلوقتي يعني؟ اه اوكي الحقيقة انا اسف اللي هقوله دلوقتي بس اذا مضطر بصراحة المركب اللي غرقت سببتلي مشاكل كتير قوي منها ان انا بقيت مديون بحوالي مئة مليون جنيه ويمكن اكتر يلا مئة مليون جنيه؟ ما شاء الله انتوا اغنية قوي كده؟ كنا كنا اغنية قوي كده لما للوقت اللي حصل حصل فانا مضطرة بيه حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي احنا عايشين فيها دي هنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعة زايد واسعة وتسعة من الحبايب مليون مستر عبدالله ايوة شاءة زايد اول حاجة هتباع اه طيب احنا هنضطر نعيش في شاءة الزمالك لطيفة وبتطل على مستر عبدالله ايوة شاءة الزمالك بح ايوة ايوة طيب احنا هنعيش في شاءة المونيرة برضو كويسة والناس ينق طيبين قوي مستر عبدالله شاءة المونيرة فانياخد طيب احنا هنعيش تحت كبري الدقي كورا بيه من وسط البلد وضل برضو هناك عشان بس مستر مونير يرتاح هعيش فين؟ المشكلة مش انك تعيش فين يا مستر عبدالله المشكلة انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضو هيفضل عليك فلوس ولو ما سدتهاش انا اسف يعني انا اسف هتتحبس بعد الشر عليه تفي من بقك يا استاذ باتريك يا ايس يا عبدالله ما تخافش ان شاء الله يا اخويا مفيش حبس ولا حاجة خد خد كل سيكتي اهي حتى شبكتي كمان خدها اهي برضو تفك زنق ده العشم برضو صباح خلي شبكتك معاك عمو انا كمان عندي دفتر توفير فيه ارشين كويسين ينفع وفيه برضو سلسلة وحلقين فيه ايه ماما ما ينفعش ايه ده؟ ما ينفعش لو حدتك يعني حابب تاخدهم يعني مشاكرا بنت شايلك لعوزة طيب اه لمعوزة يا جماعة يعني في حد ما عفكت عشرين عشان ايه؟ فيعني اكيد مش هتاخدها كلها يعني خد خمساشر وانا خمسة او اقول لك خد عشرة وانا عشرة عشان اكيد المواصلات برضو احنا راجعين فابقى محتاج فلوس فيك تراح لطيف برضو تفضل رجع لعشرين جنيه المحفظة لا ما يصحش عام عبدالله رجعها طيب رب انا كلامك يا رب رجع ماذا؟ مام انا كنت طمعاتك مام 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 بليز باي هكيد بيكلم مام مام ماما طحش ناوي ايه ايدا انت كلوكو بتبسطولي كده ليه؟ بابي ماي الجوناري ده يا سي عبدال الكلة طب وبعدين يا سي عبدو هتعمل اي يا أخويا بعد ما الكل تخلى عنك ولا اهمك يا صباح انا كنت محضر خطة بديلة انا ههرب بكرة الساعة عشر بالليل هنزل لنا ونيلي وشاريهان وهاني من الفيلا ناخد العربية ونطلع على اسكندرية بس لازم يكون هناك قبل الساعة واحدة بالليل عشان هلحق الملكب اللي هتطلعني على أبرص بضل روح يا سايز او ماي جود ايه الزحمة دي ده كمين كمين طب هنعمل ايه بقولك يلف ورجعي احنا مش هينفع نفضل مستنين في الطبور هنتأخر على معايد المركب طب بصوا مسلوا انكوا عيانين وانا هتصرف مين دول العيانين هتودينا في دهيا مسلي ما بتعرفيش تمسلي انا كنت شاطر قوي في التمثيل في المدرسة هتعمل ايه هتعمل ايه بي ترست مي مش هينفع مش هينفع بتعملي ايه بتعملي ايه بس اسكت ايه ده ايه ده ايه ده تتعملي ايه يا استاذ لو سمحت افتح اللجنة بسرعة معي حالة طرقة حالة طرقة يعني ايه معي اتنين متخلفين لازم يروحوا مستشفر مجانين دلوقت متخلفين متقربش متقربش هيعدوك يعدوني يعني ايه تبعك بطاعة يا له ايه معي بطاعة يا بشة بس اردع الولد بس وطلعلك البطاعة على طول اه تب انزولولي بقى كلكو يلا لو ما فتحتش اللجنة دلوقتي مش هحصللك كويس يعني ايه مش هحصللي كويس تعالي ابني نزالي الناس دي كلها لا 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 بقولك ايه انت متزعقليش وتكلمني بالطريقة دي انت متعرفش انا مين هتكوني مين يعني انا بقى هعرفك انا مين وبنت مين بابي بابي اتفضل قلهم مين حضرتك خير يا حضرت الزابط في حاجة؟ سوما انت ازاي تفتح علي كده مش يمكن قلع جاي مين حضرتك بابي صباح ازاي ازاي كسابته بحشتين ازايك يا عمو عمو مجل لي سمحتي اسلم على بابايا ماهي سود على الغلاسة اه يا حبيبي هاوزيه ازايك يا عمو قويس؟ ازايك 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 وعشر دايات تأخذوا راحب فد شكرا فانا أعمل إيه في الحبس يا خول؟ تعباني أهو صباح تعباني بابي حاولت استفيد من الإكسبرينس اللي انت فيها ممكن تسالي وقتك بالقراية مثلا أكيد فيه مكتبة في السجن أو ممكن تلعب رياضة تانس باسكت عشان تخس شوية حيبتي وأنا بحفوص في الصلاة المغطى وفيش حاجات دي هنا إزاي يا بابي أنا بشوفهم في الأفلام برا بيكون عندهم حوش وفيه ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت برا المساجين إنما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش طب عمو اتضرب تعمل حاجة مختلفة يعني اتعرف على ناس جديدة مثلا أنا بالفعل اتعرفت على أصدقاء اللطاف قوي الأخ بستلة سيد عضة رهيب زبالة ناس جميلة جدا بس هم لو زي ما تقولوا أقامت الصدقات مهولين عليها كتير بقولك إيه يا ساعة قول يا حبيبتي باركنول مش لو كان أبوك الله يرحموا بقى سب لكم الإرشين اللي عملهم على قلبه قد كده مش كان زمانهم دلوقتي يفكوا أزمة بدل صروته اللي مش عارفين مخبيها فين المهم ما سبوكم مني أنا انتو عاملين إيه عايشين إزاي إحنا الحمد لله كويسين ما تشغلش بالك إنت اتكلمي عن نفسك إنتي حبيبتي بابي إحنا مش كويسين خالص إحنا ضيعين أنا بنهار هيحجزوا على الفيلا بكرة وأنا أخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم ممكن بليس تديني عشر خمستاشر ألف جنيه أتصرف بيهم بس بتلات أيام دول انتي بتقول بتقولي إيه أنا معيش تلاتاشر جنيه على بعض انتي لو ترافي أنا هردت دي منهم إزاي طب خبي أخويا لحد يشوف أخبي خلاص يا عم ما تقلقش إحنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا أعيش معاك وفين إنتي تجننتي إنتي تطولي جننت إيه ولا تعيشي فيه أنا كوين أن مليون ألف حد في العالم يتمنى أن أنا أكلمه بس مش أعيش معاه برضو أحسن روح لكوين إن بتاعتك دي وعيشي فيه لا حبيبتي هي هي كوين إن هتعيش فين بقى ده اللي هنعرفه بعضين بابي ما تشرحش دول ما بيفهموش دول في الكنافة هي بتشتمنى يا سعبدو هيا حبيبتي في الكنافة إحنا بنتعرفها كعائلة بنحب الكنافة أو بنعشى الكنافة أه كرسي فوتيل سكري وأعطر بيزة خشب دورية كرسي فوتيل وسكري ايش ما أصدق نفسي يا نيسة إحنا ربطنا كل الشرط فوق المقربة في حاجة تانية أنو نتحرك لا عايسنك مفيش بس تقريبا أنا ناسي حاجة ناسي أيه تاني هو إحنا هنقع طول اليوم نفك ونربط إنت بتتكلم كده ليه؟ هو إنت بتعمل كده شفاقاتا منك علي يعني ما نهدي لك فلوس فلوس إيه؟ أنا تعبت من الشرول والحط دهرت قطم وأنا مالي مش دي شغلتك مش وإنت صغير قولت عايز اشتغل كده أنا مالي وبعدين ما تلقبتنيش بقى عشان مش فاكرا أنا ناسي أيه حاجة كده كنت هنسب بني قدم سوري ماما ميمي ودي هنربطها فوق الشبكة ولا هتركب معنا في العربية؟ هي طمعان هتركب معنا العربية بس الكرسي إربطه فوق الشبكة نستنى نعم ريح فيه شلني شلني ايه؟ شلني يا نزل تعيزها شلها تم ما تشلها ما هي شغلتك شلها نعم نعم بتضحك حضرتك؟ and you're so happy؟ كلنا هنترمي في الشارع بسببك ليه؟ عشان حضرتك بتستزرف وتخبي فلوسك وسيب لنا مجلة بجد إيه الشقاوة دي ربنا يسمحك أنا مش مصدق أن أنا مش هنعم فوقتي تاني نعم هالي سان أخذ أجي لوها سايدة دي كلا لن أخذها سوف نتركه هنا الوحد لأنه يستاهل وأنت نيان إلى أين ستذهبين؟ بلدك فليبين؟ بلدك فليبين؟ كلا شبيني كوم؟ فلتذهبي إلى الجحيم يا نيان انتي رايحة فين يا نيل؟ ما تيجي معانا يا حبيبتي؟ بدل يعني حوجتك للغري؟ تانكيو أنا هتصرف خلاص برحتك بس لما توحي تعودي في حتة بيكلمين وطمينين عليك وبقدين العنوان برضو عشان نطل عليك ولا تطلوا ولا طل ولا حد يطل أصلا أنا مش عايزة أعرفكو تاني أنا بكرهكو بقرف منكو انتو جيتو خربتوها وقعدتو على كمها تلها دلوقت اللي بيربط بيني وبينكو في السجن بليز مش عايزة شوف وش حد تاني فيكو أذر ما أنا قلتلك نفسها ضربها بالشبشي بو انت اللي مش عايزة ها؟ خلاص يا خالتي سبيها شكرا يا بيت عم يا محترمة You're welcome على دول مخنوقة مولودة مخنوقة الحمدلله يا خالتين هي مجاتش معانا دي كت هتيجي وتقرفنا أكتر ما احنا متنيلين أرفانين خلقة يلا يا خالتين نروح على بيتنا يلا نروح على فين؟ بيتنا بيتنا ده إيه؟ انت الجننتي؟ عايزة أنا نخش الحرة كده في عز النار؟ دول كانوا زي فوني كان يضربوني ضرب ما خدوش حمار في مطلع انت نسيت النملة اللي أنا عملتها دول زمنهم مستحلفين لي دلوقتي طبي احنا واح فين يا خالتين؟ اруд... بوسي بقى نرفح نطلقح علي أي أهوة أشرب حجرين معسل أروق بهم دماغي أقوم عرف فاكر يخش الليل بقى والدنيا ظلمة وتبقى عدمة نروح إحنا بقى متسحبين ودقلن الحرة ومحدش يشوفنا استوريا عطي anche ya شريحان المشي يا خالتي خلاص يلّي هاي صغير يا فندم تحت عمرك لو سمحت أن كنت عايزة حاجة صغيرة قاعد فيها أسبوع عندي يا فندم قودة بتبص على البسين عاملة ألف جنيف اليوم أنا مش عايزة قودة أكيد أنا عايزة سويت ويكون في قوتين وليفينغ صغير موجود يا فندم عندي سويت بيبص على النيل عاملة 8000 جنيه أوكي كويس ده تحت أبرك يا فندم حريك ترى هتدفعي فيزا ولا كاش فيزا طب سعزن حريك في الفيزا والبطائق أوكي تفضل لحظة واحدة آسف يا فندم الفيزا دي مش شغالة مش شغالة ازاي جربها تاني برضو مش شغالة طب ثانية واحدة بس هكلم البنك وارجع له تحت عمرك يا فندم فضل يا فندم تانكي يوروك ايه الهبل دا؟ يعني ايه تحجزه على كل الفنوس بتاعتي؟ بابي هو اللي غلطان وهو اللي في السجن أنا ماني تموك تديني كارد بسرعة؟ دامن؟ أوكي دامن هدومي شونتي ساعتي أنا مش بكلمك على ساعة معفيني على فكرة بكلمك على رولتس والله مش هينفع؟ أوكي بس اخليكو فكرينها شفت يا ماما نيني؟ شفت اللي بيحصل لنا؟ أنا نينلي مكاوي أمشي مش معايا في شنطتي غير سبع وعشرين جنيه ونص وكمان مفيش حتة بيت فيها تعالي يا ماميمي ناكل في الراسترنت هناكل ازاي؟ احنا ما معناش فلوس أنا ما معيش فلوس اكل طب هنروح فين دلوقتي أنا هكلم أصحابي أشوف حد بيت عنده ألو؟ هاي ندين ازايك؟ ندين بصي أنا كان عندي مشكلة وكنت عايز أقعد عندك اسبوع أو اثنين مش هينفع ليه؟ بتغير الحمامات؟ لا طبعا أكيد نشهات في حتة من غير حمامي يعني حسنا، شكرا ندين هاي تارا هاي يارا هاي سارا هاي كلارا غرف ستين ذا هي حيوانة شفت الكلاب يا ماميمي؟ شفت بيعملوا فيها أنا ايه؟ طب أنا عمل ايه دلوقتي؟ ما مات شونه وجعينا؟ ماماميمي؟ انتي شلبتي كوباتي؟ انتي مش سامعيني بقول ان أنا هتشانه وجعينا؟ ها؟ متعملينيش فاس الغلبانة ده؟ هرموا عليك يعني الجد، أنا كنت نفسي قشب قوي يلا لو سمحت، ممكن ممكن تجابينا اتنين واطن درينك تاني، خليهم تلاتة أيه باقولك إيه؟ خليهم خمسة وحزبطك موسيقى موسيقى يا لهو يا خلتي هو ده اللي نيجي في نص الليل عشان ما يتسيحلناش ده المنطقة كلها في الشارع وانا ايش قادران ان النهار ده في فرح كنت مغسلة وضمنا جاتنا وبعدين ازاي ما يعزموناش ده ايه الوتو ده يعزمونا ده ايه خلتي ده انت لعنتي سلسفين اللي جابوهم قبل ما نمشي وهو انا كنت تعرف ان انا حرجع المخروبة دي تاني قطعت طب احنا هنعمل ايه دلوقتي دول هيزفونا ولا هيزفونا ولا حاجة احنا نتسرس بسرسابة كده من قبل ما حد ياكل بالي ونمشي يمين كده نخش في الحارة الديقة نروح دقلين على البيت من الشبان من قبل ما حد ياكل بالي ولا مينش ولا ميندين يلا بس يلا بنا كده وقف المزيك اوهد اللي ريح الشبح ريح ريح الكل يستريح تحية يا سباشيا للناس اللي دخل علينا الناس اللي دخلتهم نورت الحارة تمن حبيبة قلبي خالتي وخالت الحارة صباح وعرصت شوشو بحبك يا شرهان حب على مر الزمان وضحن ابن المتخلفة وافوا سيب لي أنا بقى التحية جي تحية مني للست صباح المحترمة اللي يولسنها بينقعد سطر والبنت او اختقى شريهات بينت الحسب والنسب الناس اللي مقتقدر مقتع فيش اهه وسبحان الله يؤمل ولا يؤمل هم رجاينا تاري زي القرش المازى وقال ايه؟ دخليني السحامو زي الحرامية يا مفاتن لا اما اسلحش كده مبروك يا مفاتن مبروك يا حبابتي عبالي البكاري ده انا اول ما سمعت قلت لا ده انا لازم اجابارك وهني مبروك يا حبابتي الف مبروك جاء ايه خالت انت هتسكت لهم ولا ايه اما هولي ثاني مش قادر يتكلم بعد اللي عملته بس سبوري علي كلها يومين ثلاثة اتمكن منهم وبعدين ارجع اضربهم بالجازمة زي زمان لا يا حبابتي انت لا جاية لاتحني ولا اتباركي انت جاية بعد جزك الحرامي ما اتحبس وماشا الله واش تكن واش تساعد عليك اه يا بنت الكلب سبيل انا اتطلع ديه خالت هتعملي ايه يا شريهان هنقط العروس مبلاش الف 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 مبروك يا امو فاتن انا جاية ابارك واهاني للست امو فاتن جارتنا وحبيباتنا اللي ما بيطلعش من بقها الغلط حتى لما كانت خالتي صباح بتمسح بيها بلاط الشرع ما كانتش بتقول بام انا جاية ابارك واهاني لاختي وحبيبتي فاتن الف مبروك يا عروسه اخيرا اتجوزتي مجدي ايه ده ده مش مجدي ده مين ده يا بات ده حسن ولا علي ولا عبدالله ولا شعبان ده شكل جديد يا بات اااه هو ده اللي هيحسب عالمشاريب؟ طب للدكو زي الفل و الف الف مبروك للعروسين مين ماجدة يا بيت؟ دخولي في الرضاعة ماشي جاي بواصل للدك؟ ولا رصتهم دول كمان؟ اخباتك في الرضاعة؟ ليه ان شاء الله؟ متجوز بنت تعمى مالك؟ بدخوليني يا فجرة ايدي ايدي انت بتدري بوختي خناجر ليلتك سودة ايه الحمدلله على كل حاجة كل اللي يجيبه ربنا كويس بس برضو يا شريان انا صعبان علي نفسي فين يا حبيبتي ايام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقت يا خلتي ده هما تلتية برضو يا شريان استمتعنا تكفي يا يا اختي البزين ايه ده؟ مين الغلس اللي جاي خبت علينا في وقت متأخر كده؟ يكونش البوليس يا خلتي بعد الخناء اللي عملناها في الفرح؟ يا بيت تكفي من بؤك البوليس جيت من زمان ولما كل اللي في الفرح نفر نفر طب تفتكري مين بقى لا يبقى جاين للوقتي؟ تفتكري بقى انا قد نفساير انا وانتي ونتواشوش كده ونتوانس ما تقوم يا بيت تفزي تفتح الباق مشي هاي ازايك وعملين ايه؟ هاي صباح ازايك وحشتيني قوي ده انا؟ ايوه انا قاعدت كتير قوي عشان اوصلكو هنا بس الحمد اللي لقيت العنوان على جوجل ماب وانتي ايه اللي جابك يا صانيورا؟ مش قلتي مش عايزة تشوفي وشنا؟ انا مش جايشوف وشك انتي انا جايشوف وش صباح هوا مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي ده بيت انا وخالتي قاعدة معاي عشان ما تسبنيش لوحدي ماشي؟ ما تختشي بقى يا بيت يا شريحة اسكوتي خالص هوا ملو يا حبيبتي بيتك ومطرحك اهلا وسهلا نورش ده بيتك ومش كده؟ اه جميل ودي السفرة؟ اه دي السفرة ودي قط القعاد يعني ايه قط القعاد؟ الليفنك اوكي؟ ها اوكي؟ الليفنك؟ اخرها كاي؟ بقولك ايه انتي هتطريقة على باوتو تطريقة على باتنا? خلاص مطوح تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبليكس كمان توبليكس؟ أنا أصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبليكسات بتاعتهم لوحدها عشان إحنا في لونج ويكند وكده فأنا قلت يعني أجي قاعد عندكم يوم ولا يومين آه طبعا يا حبيبتي أهلا وسهلا تنواري اعتبريه زي بيتك بالزبط مرسي ثانكيو ادخلوا ادخلوا مين دول اللي يدخلوا ايه ده هو فيه ايه ايه ده كل أنا عايز أقولك إن أنا سايبة قد دول مرتين عند واحدة صاحبتي بس جايبة معي بس الحاجات المهمة أحط الشنط فين دخلها يا ابني جوه هنا في قدة شريهان شرهان إيه يا خلت استنى يا عم أنت شرهان إيه يا خلت ما تحطيها في قدك أنت بدام أنت بتضيفيها قوي كده أنا مالي يا بيت ما تكسفنيش ما أنت عارفة أن أنا بشخر و أنا نايمة وبعدين البيت كيوتا ومش حتستح طب وإيه يعني ما أنا بشخر و أنا نايمة و أنا صحيح على فكرة يا حلوة أنت حتنامي على الكنبة أصلي مش معقولة حنيم الحلوة بنت الأصول دي على الكنبة اختشي بقى يا شريهان إيه أنتو مش سامعين هي بتقول إيه؟ دخلوا الشنط في قدة شريهان القدة اللي شورتلكوا عليها دي أنا مش عارفة ليه حاسة أن أنا ناسي حاجة كل ده يا أختي و ناسي حاجة لأ مش شنط أنا ناسي حاجة تانية انتو هتاخدوا الست دي ولا تصدق فيها بمعرفته شفتي كنت عنسى بابا بيمي أبلا بيمي أهلا وسهلا نورتي يا أبلا بيمي دخلها في قدة شريهان ماما بيمي ماما بيمي ماما بيمي ماما بيمي ماما بيمي ممكن تتنزحي شوية كذا بس حتى نعرف أنام ماما بيمي عندك سبيس ممكن تروحي هناك ماما بيمي ماما بيمي ماما بيمي ماما بيمي ماما بيمي ماما بيمي المترجم للقناة 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 المترجم للقناة